بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الفقرة دي احنا في حضر التوأم لن يتكرر مرة تانية وفقا للمعطيات يعني في تاريخ الكرة المصرية لو جاء لك تدريب النادي الاهلي توافق بوسي يقولك الحاجة انا تسألت الاسئلة دي كتير السؤال ده كتير وفينا زالت زمال كوية زالوا على الفيسبوك كانوا كاتبين كلام قوي جدا احنا فعلا بالاحتراف حتى واضع بهاني جدا انا معاكي بس في مصر صعب انا دايما بقول ان ابناء النادي الاهلي للنادي الاهلي وابناء الزمالك للزمالي في صعوبة وجودي في النادي الاهلي وانا تمني بقول الاهلي والزمالك الاولى الاولى ولاده هم اللي يضربون النشط كابتن حسام البدري وهو كان ضيفنا ومنورنا ومن احلى الحلقات اللي انا عملتها في الجمهة في مصر ارجوك اندي كابتن مؤمن زكريا كم يوم كده يتجوز ويعمل شهر العسل بيوم بس يعني يوم اتجوز فيه بس يعني يوم اعمل فرح مش لاقي والله يعني مفيش يوم خالص يعني حتى ما بصر الجدوى يعني خلاص للموتش عندنا يوم واحد بعد يوم واحد عندنا يوم عشر افريقيا بعد كده سوعة عشر افريقيا بعد كده نرجع دول مفيش خالص انا لو اعرف الموضوع كده كنت قلبته شخصي من زبان وحاولت كابتن شريف اكرامي بيتحرك قبل الكورة بيطلع له قدامه فده بتساعده ان هو يصد ضربة الجزاء تبقى أسهل شوية عليه يعني عندك كنت متوقع ان شريف اكرامي يعمل كده لان هو حصل حصل نفس الموقف قبلها بمطشين صد درب الجزاء برضو من احمد عيد عبد الملك وتلقى نفس تحرك نفس لان انت بتقوله ده بيوقعك في الغلط انا بحاولها الساعة داكتب لان ما كنتش متوقع يعني عادي بتتحسب عادي بالضبط هو فيه سوى توفيه طبعا في الكورة لكن لو ربنا رايد وحتى هو لو تحرك وربنا رايد ان هي تطهلها تطهلها وهو تحرك بالضبط اول حكم مصري بيدخل ضمن قائمة حكام كأس العالم رسميا بعد غياب حوالي 12 سنة تقريبا من المرة الاولى اللي شارك فيها الكابتن جمال الغندور في مونديال المانيا الاول لتحد دولي لما دخل حكام الفيديو قال احنا هنستخدم حكام الفيديو اقل تدخل واقصر استفادة اقل تدخل ممكن في المباريات بس اقصر استفادة اقصر استفادة ان يخرجش فريق له خطأ تحكيمه ممكن يخسره مباراة او يخسره هدف او يخسره نقط في كاس العالم ده مهم جدا ان في الاخر اللي يوصل هو الاحق فالتحكيمه يباش طرف في اي مباراة يدينا امل في النص ده جمهير الزمالك على فكرة اللي بيقوله كده لا ان شاء الله احساس اللعيبة بعد المباراة مبرح يعني بشرني انا شخصيا بخير لان هما مكانش فيه فرحة عريمة لأ كان الامور مبتزنة جدا انت عارفين ان الناس مالكنادي كبير مع ملايين واقفين في ظهرهم يتمنوا ان هما يستمروا الفترة الجاية مكانش فيه افراط او انهيار في الفرح كان فيه اتزان وده بداية النقطة اللي يبتدوا منها في الفترة اللي جاية لازم اقول للمشاهدين ان زميلنا انقذوني يعني في بداية كده الحوار احنا في الفاصل اول ما دخلوا كابتن ابراهيم اتفضل كابتن حسام اتفضل لانهما كانوا عارفين ان انا هلغبط لغبطة فضيعة بتتعرفوا زي من بعض يا كفر حسام على اليميل وابريم على الشمس لا 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 ده بالنسبال انا اللي في العادي كده انا عندي هنا برضو حسن هنا طب والله يدب بريم مليان شوية بريم مليان شوية عشان انا حرق في الملعب عشان انتظر انا شايفة ان فيه جر الشاكل بيحصل من اول القعدة لما من الكباتن يعني يعني انا مثلا لعيب سكواش لو جيت دخلت مرة لعيبت سكواش وانا تعبان وخسرت فلما حد بيقول حاجة محدش هيدي اعزار يقوله ان شاء الله يقص كان فيه مشاكل اصلا طب ما هتمسك المعايك اللي قدامك ده لا دينا لما بنادي المايك ده لحد محظوظ محظوظ يعني مش انت لا ده احنا اللي محظوظين ان احنا كمان معانا لعيب سكواش ومغني جامد وعمري دياب اشاد بيه اللي ضحى لجل وطن ولجل ما يعود النهار واللي اسمي مصر دايما كان لطاقة الانتصار اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا اللي نهر النيل بيجري جوا دمه ودمنا نهر الانتصار يبقى واحد مننا ايوة واحد مننا مصر قة غير الأصالة والقلوب الطيبين مصر قة ابني الولدنا حلم بكرة والسنين هو اللي يرفع اسمها يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها